طيب زحمد عايز سألك عن رأيك في كيفية التعامل مع موضوع كهربة في الفترة الأخيرة وهل كهربة كده بالموقف الأخير وإحنا مجربين مع مارس الكورر لو أفهل من حد غالما ما بيشوفهاش تاني هل كهربة يشوفها تاني ولا كهربة خلاص كده على أبواب الرحيم من نادي الألف يا داير والحقيقة الكلام اللي تقاله والغرامة اللي طلعت أنت تحس إن خلاص إن الحرب قامت ثم فجأة الغرامة بيتقال إنها نزلت للنص يعني مرضه أنا مش متأكد من المعلمة دي قوي تقال باسم من الكابتن العمضان وطم تخفضها لا لا تقال إنه هو تم العفو عنه وتمرن لكن الغرامة اللي تقال قال الكابتن العمضان طلع باسمي قال لك إن اللعبة ضغطة إذا كنت متفقين مع اللعبة إن لو كسبتوا هننزل الغرامة كانوا تحفظ إنه هو يمشي قالوا إنه هم ماشي خل الغرامة بس ما يمشيش لكن هو مشي لكن للوقت إنت أول تمرينة حاسس إن كان فيه كان فيه زفاف وإن كالرابة العريس وإن كالرابة العريس والإن دخلين مع بعض في الملعب وإن دخلين مع بعض في الملعب وبيتحكوا وبيهزروا وياخد كمان الصور كالر ونزلها على حساب الرسمة على الإستجرام يعني الله خرب بيتنا إحنا شيخ بقى يعني اللحشين بقى اللي مش فهم طب إنتم حلوين مع بعض وفي إيه الموضوع بس عنا عارفين كالرابة كلنا بكل مصل عارف كالرابة بس المرة دي اللعيبة الكبار كانت ترى إن كالرابة مصلومة اللعيبة الكبار ومهما عشكرت مين اللي زلم من الكالرابة هم شايفين إن القرار كان يعني فيه نوع من التصرق كرام مين؟ من كابتر رمضان شايفين إن هو كان ممكن يعني يتم معالجة الموضوع بشكل أهوى لكن كابتر رمضان كان ليه حاسياته دي كانت أول مشكلة فكان لازم ياخد قرار حاسم وصارم عشان يعرف إن الناس إن مفيش هزار ما بين دا وما بين دا دا ليه وجهت نظر وضا ليه وجهت نظر يحصل للكابتر محمد رمضان إن هو تعامل مع موضوه هنا بقى ببرونة قرار عودة الكهرباء إلى القاهرة قرار كابتر محمد رمضان ولا قرار بموفقة من كابتر محمود الخطيب هو لازم يقرار كابتر محمد رمضان وكان لازم كابتر محمود الخطيب يوافق له وإلا أنت جايدني ليه؟ فطبيعا إن هو يتوافق له عليه لكن في النهاية في مرونة حصلت ينبغي بقى ان الكهرباء يعني ياخد ده ويشتغل عليه وده كان واضح جدا حتى في الاحتفالات كهرباء كان سالك زي مقابشة كان سالك في الملعب برضه وطلع بعد الماتش وقال لك انا راضي بليسهوله ربنا عشان كده ربنا بيجري انه يجب تجول ففكرة ان انت دايما انت بقى استان دباي وعارف ان انت ممكن تشارك او ان انت مفيش اي حسابات تمنع وجودك ده امر مهم فكهرباء مكمل طبعا لغاية دلوقتي ان لم يحدث اي حاجة فيها مشكلة لكن علاقة كولر وكهرباء دلوقتي اعتقد انها جيدة جدا بدليل ان هو دخل الماتش اللي فات في القايمة فما فيش ازمة كبيرة اوي تمنعه وكان ممكن يشارك لكن في النهاية رجالك اللي وجدت نظر ان الماتش كان محتاج الناس سلعب بطرية معانا وقدر يكسب فريق كبير زي العين